مع القرآن تلقانا أزاهيرا وريحانا وقلبا فاض إيمانا وعقلا بات نشوانا لمسنا الخير نرجوه لما يكله إنسان به قد جاء قرآن يعم الكون إيمانا مع القرآن تلقانا أزاهيرا وريحانا وقلبا فاض إيمانا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام ورحب بكم جديد في برنامجكم القرآني هذا البرنامج الذي يقتفي أثر القرآن ويقتفي أثر القراء والحفاظ هذا البرنامج الذي يعنى بالقرآن الكريم وبرجالاته وأعلامه نحن ضيوف اليوم على هذه الأرض المباركة أرض تونات وما حولها من القرى والقبائل وحتى تكون أيها المشاهد الكريم على بيينة وعلى صورة واضحة أتركك مع هذه الصور المعبرة الروبرتاج تغطي إقليم تونات مناطق جبلية على امتداد مساحته الشمالية ومع ذلك تنتشر القرى والدواوير في محيط هذه المناطق وعادة ما يوحد هذا المشهد تواجد المسجد وكما هو معروف فالمسجد له دوران أساسيان أولهما آذاء فريضة الصلاة والثاني تعليم الأطفال وتحفظهم القرآن الكريم وهكذا ترى أعدادا منهم ومن مختلف الأعمار يقصدونه بانتظام ليلتحق بقاعة الدرس أو القاعة المخصصة للتحفظ يجلس الأطفال والألواح بين أيديهم وكلهم حماس في حفظ الآيات المطلوبة للحفظ وكل ذلك تحت أنظار المدرر الذي يراقبهم بالسمرار وبين الفينة والأخرى يسدع المدرر أحد الأطفال ويطلب منه استظهار ما يتيسر له من الآيات القرآنية ينصرف الأطفال بعد إتمامهم حفظ ما هو مكتوب لهم من آيات بينات على اللوح ووجهتهم أقرب نقطة ماء حيث تتم عملية مسح اللوح التي قد يساعدهم فيها من هو أكبر سنة ثم يوضع اللوح ليجف تحت أشعة الشمس لكن الدرس لم ينتهي بعد حيث يجتمعون في حلقة حول المدرر ليستظهروا جزءا مما تم حفظه بشكل جماعي ودون الاعتماد على النوح بعدما شاهدنا أيها الأخوة الكرام هذه الصورة وهذا الروبروتاج أدعوكم إلى مجالستنا مع ضيفين كريمين من أبناء المنطقة ومن حفاظ المنطقة حتى ينورانا أكثر ويبصرانا أكثر بواقعي ووضعية الكتاب التوناتي طيب أستاذي سدي علي مرحبا بكم وأنتم كذلك أستاذ سدي محمد مرحبا بكم في هذه الحلقة طيب سدي علي أود منكم أن تعرفوا المشاهد الكريم بمن هو الأستاذ والشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا أشكركم على استضافتكم لنا وزيارتكم لنا في إقليم توننت هذا العبد الضعيف أمامكم اسمه علي حسين إمام مرشد بإقليم توننت حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الإقليم بعدما حافظت كتاب الله بهذا الإقليم انتقلت إلى جامع القرويين لأدرس به جميع المستويات فدرست في جامع القرويين جميع المستويات حتى حصلت على شهادة العالمية في التعليم العتيق ثم بعد ذلك انتقلت إلى مركز تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالرباط بعد ذلك تخرجت إماما مرشدا في إقليم توننت حسنتم سيدنا ومازلت علاقتكم بالقرآن قائمة لا زالت علاقتنا بالقرآن الكريم قائمة فكثير من المرات نزور أبناء حفظة في الكتاتب القرآنية ونشجعهم على أن يقوموا ويحفظوا القرآن الكريم حتى يبقى لهذا القرآن الخلود والدوام إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ونشكر في ذلك فالله تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون نشكركم سيد سيدي علي أنتقل سيدي محمد سيدي محمد المشاهد يتساءل من هو ضيفنا اليوم مع علاقتكم بالقرآن الكريم ركزوا لنا على النقطة أكثر سيدي لا سمحتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم نشكركم على استضافتكم لنا وعلى تحملكم عن الصفر لحضور بهذه البلدة الطيبة المباركة إقليم تونت فهذا العبد الضعيف الذي هو بين أيديكم هو محمد بن عبد المجيد القليول تخرج من الكتاتب القرآنية المحادية للمساجد وبعد أن حفظت القرآن الكريم التحقت بجامع القرويين فدرسوا بجامع القرويين جامع المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية والنهائية إلى أن حصلت على شهادة العالمية ثم التحقت بمعهد تكوين الأئمة المرشدين والمرشدة بالرباط إلى أن تخرجت منه وعملت ما يقارب أربع سنوات بإقلام بلمن ثم تحولت إلى إقليم تونث رأس المسقي ولازلت أخذهم كتاب الله عز وجل أتواصل مع الأئمة وإعطائهم كفية التعامل مع القرآن ومع الساكنة لأن القرآن هو به نتغدى به نعيش ونتواصل مع مجتمع الذي هو مجتمع الأئمة نعم أحسنتم سيدي بارك الله فيكم ولش كأن العلاقة مع القرآن ما زالت قائمة ومتواصلة نعم دائما نزور بعض الكتاب القرآنية قدر الإمكان ونحث الساد الأئمة على أن يهتموا بهذا الباب لأنه باب يشمل خير الدنيا والآخرة لأن الكتاب القرآني له دور هام في تنمية الأخلاق وترسخ العلاقة الطيبة لأن القرآن روح وتغذية وتغذيته طيبة لأنه وحي سماوي أحسنتم سيدي نعم بارك الله فيكم والقرآن يهديلي التي هي أقوى كما قال والتي أحسن كذلك نعم وصدق الله عز وجل طيب سيدي علي أنتم ما شاء الله كما وشأن عند سيدي محمد وعند الكثير من الأئمة الذين صدفناهم يعني كانوا من حفاظ وما زالوا من حفاظ القرآن الكريم التحقوا بالتعليم العاتق وتخرجوا سواء من جميع القاروين أو من إحدى الكليات فكانت لهم الأبواب مفتوحة احتية لجول وظيفة العمومية أو ما شبهها سواء في تدريس أو في تأطير الديني كما وشأنكم أو في جمع الأشياء فبالتالي هذا يجهرني إلى أن أسألكم سؤالا وهو من خير جربتكم بعد إقريم وما شبهكم الإخوة ما هي الآفاق الآفاق أقول الآفاق المفتوحة في وجهي خريج الكتاب القرآن نعم الآفاق في الحقيقة لا بد أن أربط هذا الموضوع بالماضي فالماضي لما كنا نعرف لما كنا صغار نقرأ القرآن الكريم عند الفقه في المسجد كانت آفاق الحافظ لكتاب الله عز وجل ضيقة لكن الآن آفاق الحافظ لكتاب الله والمتقل لحفظ كتاب الله عز وجل واسع وكثير جدا بحيث يمكن أن نقسم هذه الآفاق إلى قسمين اثنين قسم دنيوي وقسم أخروي فالقسم الدنيوي نجد أن المتخرج من الكتاب القرآني هذا حفظه لكتاب الله في الكتاب القرآني يخول له أن يلج المدارس العاتيقة بالمغرب يخول له كذلك أن لما يلج هذه المدارس العاتيقة أن يحصل على الشواهد التي تمنحها هذه المدارس العاتيقة الابتدائية الإعدادية الثانوية العالمية لكن لما يحصل على شهادة الباكالوريا من تعليم العاتيق تيبقى عنده الخيار يمكن أن يتمم دراسته في التعليم العاتيق ليحصل على العالمية في التعليم العاتيق أو أن يذهب إلى إحدى الجامعات المغربية ليحصل على الإجازة فهذه آفاق للحافظ لكتاب الله عز وجل أو للمتخرج من الكتاب القرآني هذه آفاق ويمكن له لما يحصل على شهادة الإجازة أو العالمية أن يلج الوظائف العمومية يمكن له أن يذهب للتدريس أن يذهب إلى مركز تكميل الأيمان ومرشدين المرشدات بالرباط يمكن كثير منها كذلك إذا لم يريد أن يلتحق بإحدى المدارس التعليم العاتيق يمكن له أن يكون إماما خطيبا واعظا وأنتم تعلمون أن وضعية الإمام والخاطب والواعظ الآن أصبحت وضعية مهمة لأن الوزارة الوصية يعني تقوم وتمنح هذا الإمام أو هذا الخطيب منح منح مشجعة منح تكفل له رزقه تكفل له أن ينفق على أبنائه وعلى أسرته فهذه من الآفاق الدنيوية أما الآفاق الأخروية وهي التي يجب أن تكون عند حافظ لكتاب الله عز وجل ومتخرج من الكتاب القرآني هي الآفاق الأخروية أنا أقف عند الآفاق الأخروية وما عند الله خيرون وأبقى حتى أعود إليك كمي جيد أستاذي كريم سيد محمد فالإطار في نفس الإطار وأنتم كذلك خارج معد تكوين الآيما والمرشيدين ومرشيدات بمدينة الربط ما قولكم في شأن الآفاق المفتوحة في وجه حافظي القرآن الكريم الكتاب القرآنية تلعب دورا مهما في تربية الأخلاق وتهديب النفوس والحفاظ على الهوية الدينية والأخلاقية للمجتمع من هنا كان للكتاب ولازل القرآنية قيمة عند الناس فقديما رغم أن الكتاب القرآنية قديما لم يكن لها آفاق بل كان الإنسان يذهب بأبنائه إلى الكتاب القرآنية من أجل حفظ القرآن الكريم لا ينتظر لا وظيفة ولا أجرة يمكن أن يذهب بأبنائه ليحفظوا القرآن الكريم ثم بعد ذلك يقومون بحرف وبمهن أخرى غير مرتبطة بالقرآن فهم دائما قديما كان الآفاق لا ينظرون إليه إنما يريدون أن يحصلوا على الخيرية التي شهد لهم بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا هو كان منطلق الآباء والأجداد قديما بالنسبة للكتاب القرآنية كان يتخرج منها طبعا الأئمة والفقهاء لكنهم كانوا زهادا بسطاء في حياتهم لا طمع لهم إنما يريدون خدمة كتاب الله عز وجل والاهتمام به ورث ذلك عن آبائهم وأجدادهم إنما كان قصدهم هو خدمة كتاب الله عز وجل ولم يكن هناك آفاق مفتوحة بخلاف الآن توسعت الآفاق للكتاتب القرآنية حيث أصبح الكتاب القرآني يسمح لأبنائه ولرواده بأن يشاركوا في التعليم العتيق وغيره فيتخرجون أساسدة وقضاة ومحامون وأئمة مرشدون وخطباء ووعاظ داخل البلاد وخارج البلاد وعلى الأخص في شهر رمضان المبارك المهم الكتاب القرآني أصبح له آفاق ومما زاد في العناية وفي توسيع آفاق الكتاب القرآني هو أن جلالة الملك محمد السادس أعطى جائزة خاصة لهذا الكتاب القرآني ولمن يسير هذا الكتاب القرآني خدمة لكتاب الله عز وجل وعناية للكتاب القرآني ولقد كان الصلاطين للمغرب قديما وحاديثا منذ أن دخل الكتاب القرآني إلى المغرب وهم يهتمون به إلا أن العناية الآن زادت بهذه الجوائز التي خصصها جلالة الملك محمد السادس للكتاب القرآني وللبحث الديني في مجال الشريعة الإسلامية في مرضودية أو في حسن التنظيم أو في اسم الكتاب هناك جوائز في مرضودية باعتبار المرضودية وجوائز خلي باعتبار نعم هناك باعتبار التسيير وباعتبار المرضودية وباعتبار البحث العلمي لمن يصهر في هذا الجانب بالتنظيم وغير ذلك نعم نعم أحسنتم سيدي طيب بشعر سيدي محمد سيدي علي فتوقفتم عند الثواب الأخروي نعم يعني أن لهذا القرآن أن صاحب القرآن لن يبتل أبدا الله تعالى يكلأه بعينه التي لا تنام الله تعالى يعني يحفظ له رزقه ويحفظ له مصيره ويحفظه مآله واحتسمعه وبصره نعم لأن هذا الحافظ لكتاب الله إذا نظر إلى نفسه وإذا نظر إلى صدره ماذا يحمل في صدره يحمل كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن الكلام يعظم بعظم قائله فيكفيه هذا لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية هذا الحافظ لكتاب الله وقيمة وآفق الأخروية منها حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن أهل الله وخاصته وكذلك الحديث الآخر يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقى ورطل كما كنت ترطل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فهذه الأحاديث كما قال أخي سابقا خيركم من تعلم القرآن وعلمه كذلك الله عز وجل اصطفى الحاملين لكتاب الله الحافظين لكتاب الله العاملين بكتاب الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهذا الاصطفى لم يتي من عباد لكن لأنه جاء لأن هذا الإنسان أنفق وقته في حفظ هذا القرآن وفي تعلم هذا القرآن وفي العناية بهذا القرآن فكانت هذه النتجة الذي هو من أهل الله والذي هو يقال له غدا يوم القيم وهذه لا تقال لأحد إلا لحامل كتاب الله اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نعم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مقتصد سابق بخيرات بيد الله ذلك هو الفضل الكبير تعدني يدخلونها الجميع يعني هذه الأصناف الثلاثة كلها سيدخلونها الجنة سأل الله عز وجل ألا يحرمنا من دخول جنة جميعا إن شاء الله الله أمين نعم سيدي طيب سيدي محمد في نفس الإطار الثواب الأخراوي أو الآفاق الأخراوية التي يلي صاحبي القرآن الكريم في الحقيقة الآفاق الأخراوي هو الذي يجب أن يجعله حامل كتاب الله عز وجل أو المهتم بكتاب الله عز وجل نصب عينيه لأن أجره دائم وثابت ومصمر أما الأجر الدنيوي فهو ينقطع بموت صاحبه بخلاف الاهتمام بالمجال الأخراوي فهو دائم ومستمر ينتفع به صاحبه أو صاحبه على المدى الطويل يعني بالسمرار ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه والخيرية تشمل الدنيا والآخرة فهو حاصل على الخيرية في الدنيا والآخرة والقرآن الكريم دائما يصر صاحبه وإن لم يكن غنياً فهو مصر بالغناء المعنوي الذي هو حفظ كتاب الله عز وجل فهو يغديه تغذية إيمانية تغذية روحية من هنا يقوى إيمانه وتقوى عزيمته بربه عز وجل فينسى هموم الدنيا ويشتغل بالآخرة من هنا كان آفاق الأخراوي أشد اهتماماً وأشد حرصاً لأنه لأنه ينفع صاحبه في الضار الدائمة التي هي الضار الآخرة نعم سيد أحسنتم برحمة وما عند الله خروم أبقى فالإنسى الذي هو يحفظ كلام الله عز وجل ويرتر القرآن آنة الليل وأطراف النهار لا شك أن الله تعالى يكلأه وأن الله تعالى يحفظه وأن الله تعالى يسرر رزقه وأن الله تعالى تكفل برزقه وما خرقت الجن والإنسان إلا ليعبدون ما أريد من المرزقه وما أريد إن الله وارزاقه ذو القوة المتين طيب أستاذ الكريم فالإطار دائماً في إطار الكتاب القرآن وفي إطار الكتاب القرآنية أريد منكم أن تحدثون عن نماذج نماذج الذين فتحت في وجه آفاق ومتعددة من أبناء المنطقة نعم هناك نماذج كثيرة من أبناء الكتاب القرآني من أبناء علماء أجلاء كبار فتحت أمامهم أبواباً كثيرة أسمح أستاذ الكريم نحن نطرق إلى هذه النقطة حتى نحفز النشأ على حفظ القرآن الكريم حتى نقول لهم يا أيها النشأ الصاعد إن مسألة حفظ القرآن ليست فقط أن لديها لها آفاق أخرى وفقط بل كذلك لا آفاق دونوية فكم الحافظ الكتاب الله تعالى وفي مستوى الراق جداً كان سياسياً أو كان غير ذلك قد تجد أستاذاً جميعياً قد تجده يتقلد مناصب سياسية هامة قد قد مجموعة الأشياء نعم تفضله سيدي في هذه النقطة يعني النماذج في الإقليم الذين حفظوا القرآن في الكتاب القرآني وفتحت أمامهم أبواباً كثيرة وآفاقاً 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 واسعة نذكر منهم منهم العالم الجليل الأستاذ الفاضي لسيد محمد التاويل فهو خير ريج كتاب القرآني ومن المنطقة ومن إقليم كذلك الأستاذ الدكتور سيد محمد الروقي من هو من إقليم يعني هذه النماذج وآخر والأستاذ سيدي حمد الغازي الحسيني كذلك من أبناء المنطقة حفظ القرآن الكريم في كتاب القرآن على يد أبيه كذلك يعني كذلك نضرب مثالاً بأنفسنا نحن فنحن حافظنا القرآن الكريم واتجهنا إلى المدارس العتيقة وإلى جمع القرويين ففتحت أمامنا أبواباً وآفاقاً واسعة فنحن الحمد لله أئمة مرشدين بسبب حفظنا لكتاب الله عز وجل وأنتم تعلمون أن الذي يلج يعني برنامج تكوين الأئمة والمرشدين الشرط الأساسي أنه يكون حافظاً لكتاب الله عز وجل حفظاً متقناً فإذا لم يكون حافظاً لكتاب الله عز وجل لا يمكن له أن يلج هذه المهام وأن يسعد إلى هذه المهام وأن يتكفل بهذه المهام فالحق القرآن الكريم هو الذي جعلنا نكون في هذه الصفة وتعطى لنا هذه الآفاق وغيرنا من نماذج كثيرة كذلك يا سيد محمد الإمام مرشد كذلك إشارة سيد محمد خليه يتكلمناك نعم فهذا إيطاره السيد محمد نماذج هي كثيرة بالنسبة للآفاق الكتاب القرآني أولاً الآئمة أصبحوا الآن ففي العهد القديم كانوا يتقضون أجراً قليلاً جداً لكن الآن أصبح الآئمة يعني بهم سمعني قطعتكم كيف كان الأجر قديم كيف كان الأجر يتمتع فيه ماذا في الشرط الشرط نعم ما مفهم الشرط هنا في المنطقة ما مفهم ديوش ناوه مفهم الشرط هو أن الجماعة تتفق مع إمام المشجيدي بأن يأمهم ويعلم أولادهم في الكتاب القرآني الذي نتحدث عنه مقابل إعطائه قدراً من الحبوب المتفق عليه والموجود محلياً يختلفوا من مدشار لآخرة فهذا المدشار ده بالآن فهذا المنطقة ديالحيين ودبني زلوان في جانبوك ده فهذا المنطقة تونة السيفة عامة تكون الشرط عبارة عن ماذا عن في الحقيقة الحبوب هو الشرط الأساسي وهناك مساعدة من زيتين ومدخول البلاد طبعاً كالتين وغير ذلك نعم نعم لكن الزرع الحبوب هو الشرط الأساسي لكن الآن في إطار إصلاح الحقل الديني الذي صهرت عليه الوزارة أصبح الإمام يأخذ منحة زائد هذا يقولوا الشأن الديني أفضل الشأن الديني نعم الشأن الديني أصبح الإمام يأخذ مكافأة إضافة إلى الشرط الذي يأخذه من المتشار وهذا يعني حققه يعني شيئاً بعدها نقولوا نحن واحد اكتفاء ذاتي نسبياً نسبياً نعم يتم السنة آنذاك تعطى له هذه الحبوب من قمحين وشعير هناك دواوير تعطي الشعير والقمح وهناك أخرى تعطي القمحة فقط للإمام هذا أستاذي لم أغضرش في وسط السنة مثلاً قد يقعوا قد ينزلوا قضاء معيان أو كذا أو خلح مع الجماعة كما يقولوا كذا وينصرف الفقه نعم إذن صرف الفقه كونها كدواية تعطي له ذاك القدر الذي جلسه في المسجد والذي قضاه في المسجد تعطيه نصف الشرط السنوي لكن الآن هذا الشرط زائد هذه المنحة التي تعطيها وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية للإمام فالإمام لما يتي آخر الشهر يذهب إلى البريد ليأخذ البركة أو المنحة التي تعطيها لها وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية إن شاء الله كما يقول الأمر في الله عز وجل تزيدة البركة هذه ويكون إمام توعيش وهذه الحياة التي هي أن يفي بأغراضه وأن يفي باكتفائه ذاتي وما ذلك على الله يبي عزيز إن شاء الله صحيح ويبقى دائما فضل القرآن الكريم يعني أعام وأشمل فضل القرآن الكريم ولو تكلمنا عليه الساعات طوال لا يمكن أن نحسرها ورما ذكر الفقهة قديما كان ذكر باركة أخرية لكن تجد الفقهة يعني ذو واحد لما كان عاليا جدا ونزقوا قوله النبس والسلم ليسا الغناء غنى العرض إنما الغناء غنى النفس فكان هذا الفقه يعني لم يكنش مناسبين في حضر الفقهة يشارك الجماعة في كل شيء يشارك الجماعة في العقيقة يشارك الجماعة في الزفاة في الشارع من أهل الحلم دائما وأبدا دائما حتى إذا كانت خلافة بين الرجل وزوجته يذهب الرجل عند الفقه لمصلحة أوضاع يتوسمون في الخير حتى عنده الاستشفاء يدعو لهم أو يقيا كده ما شاء الله يقياهم يدعو لهم كذلك يعني لأنهم يتوسمون في الخير لأنه حامل لكتاب الله عز وجل أفضل كلام أفضل كلام وأحلى كلام نعم وأحلى كلام وهذا الكلام العظيم الذي قال الله فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعة المتصدع من خشية الله وتكلم ثاني ونضربوها للناس لا أعلم يتفكرون الله عز وجل أفعنا وإياكما من القرآن الكريم وكذكاء المشاهد الكريم أشكر ضيفي الكريمين على إسهابهما وعلى حديثهما وعلى توضحهما لصورة الكتاب القرآني التوناتي وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع القرآن تلقانا أزاهيرا